السلام عليكم ايه الاخبار بداية كده انا ما كنتش رايح معرض الكتاب السنة دي ولكن لما قعدت مع الراجل للصراحة اقنعني ان اروح المعرض فابراهيم عنده خبرة كبيرة جدا في معرض الكتاب فحبيت ان احنا نستفيد من الخبرة دي بحيس ان انت لو رايح المعرض تعرف الحاجات دي ولو مش رايح فممكن هو يقنعك انك تروح فخلينا الاول برضو عشان نكون عندنا نوع من الكريدابيليتي نعرف ليه لازم نسمع كلام من ابراهيم يعني ايه اللي يؤهل ابراهيم ان هو يدينا نصايح في معرض الكتاب فاتفضل يا ابو خليل بصوا سيدي لا بص للناس بقى بص للناس اه طيب ما تخزازش التربيزة بصوا سيدي انا بحث عن المعرض ده بقالي 12 سنة بانتظام ماشا الله يعني كل سنة بروح اقضي فترة المعرض مش مجرد زيارة وماشي كل ايام المعرض بقالي مثلا خمس سنين اهو كل ايام المعرض من اول يوم لاخر يوم وبسيبش المعرض يعني انت لو جيت في اي وقت في اي ساعة هتلاقيني هناك انت متخيل واصلة معايا حب المعرض لأي درجة نوعا ما انا شايف موضوع معرض الكتاب من ناحية فيه حاجات كتيرة جدا 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 مفيدة بس الناس مش عارفاها وفيه حاجات كتيرة جدا جدا هلس والناس كلها بتروح لها وده انا عندي مشكلة فيه فبدأت ان احنا نعمل حملات للتوعية بالحاجات المفيدة في المعرض والحاجات القيمة للمعرض وانا كل سنة بتنزل بوستات على الفيسبوك نصايح لمعرض الكتاب ترشيحات كمان للكتب اللي ممكن يستفيدوا منها اللي انا شايفها فرصة بتناسبها لهم مش هيشوفها غير في المعرض فدايما بنحاول ننزل الكلام ده بستمرار انا دلوقتي انا اصلا مش رايح معرض الكتاب فليه ايه اللي يخلينا روح معرض الكتاب ايه اللي يخليك تروح معرض الكتاب اول حاجة خلينا منتفقين ان معرض الكتاب مش مجرد كتب مش مجرد كتب معرض الكتاب مليان ندوات مليان فعاليات علمية مليان فعاليات ثقافية مليان حفلات توقيع مليان عروض مسرحية مليان قاعات حتى طفل حتى الطفل ابنك او بنتك او اخوك الصغير او اخوك او اختك الصغيرة هيستفيدوا من معرض الكتاب من قاعات طفل ممكن تسيبهم فقاعة طفلك وتلفوا في المعرض برحتك وترجع تخدهم تاني بجد أماني يعني الموضوع ده؟ يعني جدا فقمت تتصور هديني تذكرة مقابل ولو حصلت مشكلة بتقدر ترجع للكاميرات والدنيا بتتقلب يعني انت ليه بتدخلني في الورست كيسي ناقل الموضوع أماني يعني الموضوع أماني الموضوع أماني طيب الحمد لله طيب ايه تانية ايه اسباب تانية ممكن تخلينا اروح معرض الكتاب طيب انا ممكن اشتريك تاب في اي وقت ممتاز جدا المعرض ده بيعتبر تاني اهم معرض في العالم كله واكبر معرض في العالم من حيث عدد زور ما شاء الله المعرض تروش الملح مينزلش من حيث عدد زور التنظيم بتاعه خلال السنة اللي فاتت وخلال السنة دي توقع ان يكون بمستوى ايش مهم السنة اللي فاتت والسنة دي؟ لانه تنقل لمكان احسن وانضف وأوسع تقدر تلف فيه براحتك الممرات التجمع الخامس في مصر فالنقلة دي احسن من حيث التنظيم ومن حيث الرفاهية للناس متاح قدامك كل الخدمات حتى الحمام يعني هو ده مهم على فكرة الفكرة ده مهم جدا بالنسبالي والله ده مهم خلي انا متفقين ان ده مهم حتى الحمام نضيف وفيه مناديل اخواننا همش متعودين على كده انا مش دافع مقابل كل ده انا والله فعلا مش متعودين على كده انا بمسك جدا بلاي مكان فيه خدمات كويسة زي حاول توصل العدسة كتير يعني تكلم الناس كمان بيشارك في المعرض 38 دولة متخيل الدور نشر من 38 دولة جاي تعرض كتبها في معرض الكتاب فتخيل كمية الكنوز اللي مش هتلاقيها في اي وقت في السنة غير فاشط المعرض يعني مثلا الحاجات اللي اصحابنا بيقولنا انها في مكتبات جارير برا ومش عارف اي ممكن نلاقيها في عالم تلاقيها في معرض جارير بنفسها نازل متاسة فيه كتب قوي جدا هناك بس كل المكتبات او دور النشر العربية وفيه مكتبات كتير ودور النشر اجنبيه احنا نتكلم في 38 دولة كلهم هتلاقيهم موجودين في فترة المعرض ممتاز ممتاز وده بيتاح لك كمية كتب موجودة كتير جدا عمرك ما هتشوفها غير في فترة المعرض بس ممتاز انا مكش عارف كده على فكرة ممتاز جدا طيب دلوقتي انا عرفت ليه اروح المعرض انا اشتريت دلوقتي انا اول مرة اروح معرض الكتاب كتب من كم سنة تعبتي جدا جدا لابعد مما تتخيل روحت البيت لقيت حد كان منازل شوية نصايح لو كنت اتبعتها كتا هتفرق معايا جدا فايه هي النصايح اللي تقولها لحد اول مرة يروح معرض الكتاب او بيروح بس الحاجات ده ممكن تفرق معايا طيب اول حاجة قبل ما تروح المعرض تتعب شوية ازاي تختار كتاب اصلا هتعمل قايمة بكتب تقدر تدور عليها في المعرض خد بالك وانت بتعمل القايمة دي من معلومة مهمة جدا انت هتكتب اسم الكتاب بس هتكتب اسم دار النشر اللي بتصدر الكتاب ده طب عرف منين دار النشر اسأل جوجل بقى او اسأل جوجل اسأل جوجل اسأل جوجل اسأل جوجل اسأل جوجل اقول له دار النشر اللي بتصدر الكتاب ده ايه هيقول لك جوجل دار النشر اللي بتصدر الكتاب ده ايه يعني اسأل جوجل اتعب شوية يعني السبيل ان انا اروح للكتاب على طول ان انا اعرف دار النشر بالظبط كده انت لو عارف اسم الكتاب ومش عارف دار النشر والله ما هتوصله صدق أنا لما كنت بروح اسأل على كتاب في مكان ما يقول لي دار نشر مش عارف ايه هو ممكن يكون عارف قصة يقول لي دار نشر كذا فاروح دور على كذا مش هتلاقي والله يا عم ربنا يا بارك لك نفس الفاضي ما تروحش باسماء كتب روح بقيمة اسم الكتاب جنبه دور النشر المصدر للكتاب ده تاني حاجة وانت بتحدد القيمة دي حدد المجال اللي انت عاوز تقرأ فيه انا عاوز اقرأ مثلا في علم النفس عايز اقرأ في العلوم بصفة عام اعمل ايه طب عايز اقرأ في علم معين بعينه اعمل ايه حدد المجال اللي انت عايز تقرأ فيه وبعدين اسأل متخصص في المجال ده اسأل متخصص ايه احسن الكتب اللي ممكن تفيدني في المجال ده اسأل متخصص مش عارف متخصص اسأل جوجل افضل الكتب فيه كذا خش على جود ريدز مثلا شوف ال بالضبط ودي النصيحات التالتة انك تشوف تقييمات الكتب اللي انت بتعمل لها لستنج او بتعمل لها قيمة على جود ريدز وتشوف قراء الكتاب فيها وتشوف الرفيوهات بتاعتها وتشوف مقاطع منها وقتوفها منها انا اول مرة اسمه ايه جود ريدز ده جود ريدز ده موقع لتقييم الكتب اول ما تكتب اسم كتاب في جود ريدز هيطلع لك صفحة الكتاب صفحة الكتاب هتلاقي فيها اسم الكتاب واسم الكاتب ونبدأ عن المؤلف ورأي الناس في الكتاب ايه ويمقاطع من الكتاب ومقتطفات من الكتاب تقدر تقرأها وتشوفها كل ده هتشوفه قدامك اونلاين عادي جدا بعد كده من خلال الخطوة ده تقرأ انت هتشتري الكتاب ده ولا مش هتشتريه تمام؟ يبقى الكتاب تقييمه على جود ريدز مهم جدا ممتاز ممتاز ايه تاني من النصيح النصيحة بقى وانت رايح المعرب حلو يعني انت دلوقتي ايه في البيت تجاهز لستك تشوف تقييمات الكتب تجاهز هيبقى معك لستك كده فيها الكتب اللي انت عايز عشان ما ترحش تتسوى حينك الكتب بدور النشر انا دلوقتي رايح بقى ايه النصيحة وانت رايح المعرب اول حاجة تقصها بدري عشان خاطر تقصها بدري عشان فيه ناس بتيجي تقول ياريتني كنت جيت هنا بدري ياريتني كنت جيت هنا بدري وابقبلهم في المعرب ما انا قيللك تعالى بدري ما تقرفتناش بقى اقيللك تعالى بدري ايه ده ايه ده راحة انا قيلرك تعالى بدري ياعم ليه يا أبو حبري بص اسيدي تروح بدري بتقرفتناش بع Ave حاولة اواليه去 بادري والله دي تنزل كواليس تنزل في الفيديو الخضر اوالي يا عبد وإنت رايح للمعرض CMB طصحى بادري طصحى كام ident قارنة المعرض يفتح. وبيفتح الساعة كم؟ يعني بيفتح تسعة صباحا اوصل قبل تسعة. ماشي. لازم اوصل لك قبل تسعة. طب ليه لازم اوصل بدري? لانك المعرض كبير جدا جدا جدا. ومهما لفيت فيه مش هتيجي تقولي انك لفيت المعرض في يوم. بص مستحيل. ماشي. مستحيل. تمام? انا بقضي طول فترة المعرض ليه في المعرض? عشان الف على كل دور النشر واشوف ايه الكتب اللي بيعملوها وايه حاجات اللي بيعملوها. وفي نفس الوقت على الرغم من تقضية الفترة دي كلها في المعرض انا ما بعرفش الف على كل دور النشر واعرف كل اصدارات دور النشر. مستحيل. انا بتتكلم في ملايين الكتب. تمام? وانت راح المعرض بقى الصف. بتجهز نفسك كده. تلبس لبس مريح بالنسبالك. مش خنيق لقيلك هتلف كتير. هتتفرهد. ماشي. تلبس كتش. ما تلبس طبعا جزمة وبقى راح فرما لو بتاع. اه انت اللي هتتبت. حاجة مريحة. انت اللي هتتبت. صح. تلبس كتش. صح. طبعا هتشتري كتب من المعرض. هم. فشنطة معا باك باك باك. مثلا. شنطة الظهر. اه شنطة الظهر وتكون واسعة. وعشان تحط فيها الكتب اللي هتشتريها. طب انا واحد بقى هشتري كتب كتير جدا جدا جدا. شنطة بعجل. عشان ترتاح وانت ماشي في المعرض. اه تريحت جدا. ويفضل ان الشنطة بعجل دي تكون صغيرة. عشان ما تكونش كبير. موبيلة. فتدايق الناس واتدايقك وانت ماشي. مراف. تمام? تلبس جاكت. هتقول لي ده الجو حر والقحط يعني حر ومعرفش اي ده عشان ان التكيف المركزي يا بابا. لكن اول ما تخرج من القاعد خاصة في الوقت بتاع بالليل انه جاو بيبرد. والتجمع برضه. فخده على ايدك جاكت مش هيتعبك والله. خده على ايدك بس كده ومش هيتعبك. خده على ايدك بس كده ومش هيتعبك. خد هتجوع من اللف. اه جدا. في مطاعم هناك تقريبا. في مطاعم هناك. بس خد معاك ماية وسناكس عشان برضو ما ضيحش وقت في المطاعم. انا عايزك تستفيد اكتر من اللف. ماية وسناكس خفيفة وبعد كده كلما ت روح. ممتاز. اه اهم حاجة بقى وانت رحم عشان خاطري. خد معك نوتا. عشان تدون فيها كل حاجة بتقابلك وانت بتلف في المعرض. عشان ما تقولش يا ده كان قدامي يا ريتني كنت اشتريته ده انا ناسي كان فين. ده الناسي كان في قاعة كام. حضرتك وانت ماشي في المعرض ومش هي قدام كتاب ودور نشر. انت بتمشي وبعدين بتقرر في الاخر. فعشان كده تقوم كاتب اسم الكتاب واسم دور نشر ولا ايها فين. في قاعة اتنين. قاعة واحد. ممكن استخدم جوجل كي تعمل لستة او حاجة زي كده. ماشي ماشي. يعني معك تلفونات كلنا معنا تلفوناتنا استغل تطبيق جوجل كيب. او فيس نوتس على الموبايل. اي حاجة. مهمة تفتكر مكان دار النشر. لانك لو لفيت. ومش عارف مكانها مش هتعرف ترجع لها تاني. في خريطة ولا حاجة لدور النشر. في خريطة للمعرض وفي قابلكشان للمعرض وفي حاجات كتير. بس هنقولك على الكلام ده في الاخر. يعني تتابع الحاجات تحت. طيب. انا دلوقتي روحت المعرض اهوت في المعرض دلوقتي معي اللستة بتاعتي. اروح اشتري على طول كده. ولا الدنيا تمشي. يعني اي كتاب يعجبني مثلا اروح اشتري كده وخلاص. اوعة. ولا ارتزم باللستة ولا اعمل ايه. اوعة. انت اول ما تروح باللستة بتاعتك. خلاص انا كاتب اسم الكتاب. جنب اسم دار النشر. اروح دار النشر دي اسألها على الكتاب. امسك الكتاب في ايدي. ما تتكسفش. طب مقفول بسلوفان. ممكن تفتحه عادي. ودار النشر مش هتعترض على ده. واي دار نشر تعترض على ده. قل لي عليه. بجد والله انا كنت بخافها. من حقك انك تشوف الكتاب. لو في كتاب مفتوح طبعا يفضل انك تفتحه. طب لو مش مفتوح ممكن تفتح السلوفان عادي وتستأذن برضو دار النشر. لكن من حقك انك تشوف الكتاب وتتصفحه وتشوف محتوى وتشوف اذا كان مناسب ليك ولا لا. انا كنت بروح بلاقي ان الكتاب عنوانه جذاب جدا والكفر بتاعه ممتاز. وابقى عايز فعلا اتصفح اشوف الكتاب عامل ازاي بس ببقى محرج ومفكر ان انا ما ينفعش ان انا افتح السلوفان د لا افتح السلوفانة بس تستأذن برضو الاول عشان ممكن تكون فيه نسخة مفتوحة تفيد هيلك بالزبط كده تتصفحها يعني برضو عشان ما تعدش تمسك الكتب تبهدلها. لكن لو في نسخة مفتوحة باش يوم فيش نسخة مفتوحة يقولك اتفضل ما فيش مشكلة عندها. واي دار نشر تعمل معاك غير كده ممكن حضرتك تقول لي عليها وما تتعمل ايه يعني. وانت اي بحشش. لا احسن ده منحقق كقارئ. يعني خلينا ندافع عن حقوق القراء. انت منحقق كق فارق تعرف أيه اسلوب الكاتب. وتعرف أيه قمع مواضيع الكتاب وعلوشه.هم متشتريش على عماجه. متشتريش على العماج. هو ده من حققك كأنك بتشوف بضعة بتقيس هدوم. فتصفح الكتاب. تصفح الكتاب. طب تصفح الكتاب ازاي. ايه. اول حاجة لازم تعرفها انه ظهر الكتاب اهم من وشه. تمام. ظهر الكتاب بتلاقي فيه نبذة عن الكتاب ونبذة عن المؤلف. ايه المحتوى اللي وجهوه الكتاب. ونبذة عن مؤلف الكتاب. وده مهمة بالناس دالك. انت تع مؤلف ده مين؟ طب أقرأ له ليه؟ نبذ عن الكتاب الكتاب ده إيه؟ ومواضيع الداخلية طب عايز أتعرف على الكتاب أكتر شدني أكتر عايز أتعرف عليه؟ أفتح برضو الكتاب من الآخر أشوف الفهرس بتاع الكتاب بيتكلم عن المواضيع بيتكلم في مواضيع إيه؟ مواضيع واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة؟ هاشوفها هاشوف مقدمة الكتاب ممكن أفتح أي صفحة عشوائيًا واشوف أسلوب الكاتب ممكن أسلوب الكاتب هو بيتكلم قف موضوع مهم جدا 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 بس أسلوبه معدي جدا مش مناسبني مش مناسب مش فوق قدراتي العقلية يبقى أشوف كتاب لأ قبله شوية للمبتدئين عشان أبدأ في الموضوع ما تشترش أي كتاب كده وخلاص يا أخي يعني ناقي ناقي وكتاب تتكلم بحرقة كده يا براه عشان بأتفاع بأتفاع والله من التصرفات يا أبو زيد نعم نشوف حاجات وحشة يا أخي أتجيب لك لم الراحة أنا خفت يا حبي أفتح السلف لا أستاذ ممنوع أقول لبراهيم حرفين والله أقول لبراهيم ماشي يعني ألف الأول وتصفح الكتب وأتأكد زي ما قلت لك معرض الكتاب في دول كتير جدا ما بتكونش موجودة غير فترة المعرض طيب أنا عندي دور نشر مصري بيكون موجودة طول السنة ماشي تمام وعندي دور نشر ما بتكونش موجودة غير في فترة المعرض أروح لمين طبعا للي مش هيبقى موجودة لفترة المعرض تمام يبقى أول ما تنزل حضرتك خلصت القائمة بتاعتك انزل على دور النشر الأجنبية الأول مش المصري طب ليه الأجنبية عمل حاج لأنك مش هتشوفها غير في المعرض فمش بتبقى غالية الكتب بتاعتهم؟ في دور نشر أجنبية مدعمة ورخيصة جدا 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 عايز تعرف مثلا في العلوم تقرأ في العلوم مؤسسة الكويت للتقدم العيني هتلاقاها في قاعات 2 تقريبا كتب للعلوم بقى في العلوم للكبار للأطفال كتب عجيبة جدا 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 مجسمات بتفتح الكتاب تلاقي كاميرا جواه وحاجات كده غريب كتب عملت فيديو عن موضوع دعني بشكل عايز الكتاب ده كتب يا أخوان نتا استحق الإنتشار مش الهري والله المنتشر تاني حاجة عندك مثلا مجلس النشر العلمي جامعة الكويت عندك مجلات علمية للبحثين وغيرهم المجلات العلمية دي بتروح تشتريها بـ 200 دولار وأرقام خزع بالاية حضرتك بتشتريها بـ 10 جنيه و 20 جنيه مثلا 1 دولار اه مثلا فده بتتكلم مثلا لو هتتكلم على دور النشر الأجنبية عندك كمان عارف سلسلات علم المعرفة سلسلات علم المعرفة اللي بتقرأ فيها مواضيع مختلفة جدا ومواضيع شيقة جدا ومواضيع خيمة دي هتلاقيها برضو في جناح المجلس الوطني في قاحة 2 أعتقد هتلاقيه في جناح المجلس الوطني الفنون والثقافة والأداب فعندك الكتب دي تستحق الاقتناء مش كتب بتخزر لما تشوفها وكمان أسعارها ققيمة مقابل سعر رخيصة يعني لو هفتح كتابة لأي جواه كاميرا لا انت لو هتتكلم الكاميرا أنا والله فعلا أنا أناوي ان حطت في الليستة بتاعتي كده من الكتاب اللي انت بتعملت عنه الفيديو طيب ايه تاني طيب خلصنا دور النشر الأجنبية اعمل ايه؟ الف على دور النشر الحكومية طيب اشمعنا هابراهيم دور النشر الحكومية دور النشر الحكومية مدعمة في الطبيعي فما بالك مدعمة وقت المعرفة وعليها تخفضات متأس متأس اقول لك حاجة انت ممكن تشتري الكتاب بجنيه سر مش جايب حق اطبعته أصلا اقول لك حاجة كمان فيه سلسلة كتب مهمة جدا من الهيئة العامة للكتاب اسمها سلسلة كتب ما ما التاريخ ما الفلسفة ما علم الاجتماع سلسلة الكتب دي الكتاب فيها من 3 إلى 5 جنيه الياه زي سلسلة فور داميز بتاعت امريكا مثلا اللي هي مداخل للحاجات دي بالضبط اوكي وبتشتري الكتاب من 3 إلى 5 جنيه اسمها كمان وانا نسيت اقول لك انك تاخد معك كرنيه الطالب وانتراح المعرض خد معك كرنيه بابا خد معك كرنيه حبيبي خد معك كرنيه بتاعة مدرسة جد ابرهيم ايه دبرهيم خد معك حبيبي خد معك كرنيه بتاعة مدرسة خد معك كرنيه بتاعة الجامعة خد معك ال sebagai دي مثلا بتاعك لو طالب ما ان تشتريه او دكتوراه أي دي طالب طب ليه أخذ معاك كرني ده عشان حضرتك المركز القامي للترجمة بيدي لك خصم 50% على كتب المدعمة أصلا فترة المعرض لما تروح له بالأي دي ده فتخيل الكنز اهو استفادنا حاجة من كرنيك كلية اهو انا لسه معاك خدوا معاك انا اتخركت خضر كدين نقابة ينفع على فكرة النقابات كمان بجد فيه نقابات كتير على فكرة متاح لها انها تروح بكرنيين نقابة ومتاح لك انك تاخد برضو خصم 50% فدي مفاجأة بالنسبة لك استفيد جناح المركز القامل للترجمة مهم جدا 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 برضو الناس اللي مهتمة بالكتب الإسلامية أمهات الكتب موجودة في جناح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبتلاقي كتاب قد كده؟ بعشرين جنيه ده يعني ورق بس يعني لو خدتوا باعتوا بالوزن بالوزن ايجب لك أكثر من كده طبعا ما تبيعش بالوزن يعني احنا بس احنا بس بقولك قيمة الحاجات اللي تقدر تشتريها وبسعر خص جدا عشان ما تلشن معيش فلوس لا هو انت حضرتك ممكن تروح للمعرض حرفيا كده بخمسين جنيه تشتري لك شنط الكتب وتروح كتب مكتبة الأسرة طبعا بتلاقي كتب من ثلاثة لخمسة جنيه هتلاقي فيها كتب علمية وكتب فقفية وكتب أدبية وروايات كمان فعيش براحتك هتلاقي كتب كتير من النوعية دي بعد كده أقدر ألف بقى على دور النشر الخاصة اللي مش موجودة غير في فترة المعرض وبعد كده ألف على دور النشر الخاصة الموجودة في فترة المعرض فبالتالي أقدر أجمع قيمة كده كاملة فعلى العصر ولا حاجة قدرت أجمع قيمة أشتري على بالليل كده بالظبط كده أبدأ أشتري من العصر كده ولا حاجة طب الكتب مش ممكن تخلص لا ما تقلقش يعني في حاجات معينة في حاجات معينة بيكون عليها زحمة وبتخلص بصورة يعني لو في حاجة أنا متأكد مية في المية إن أنا لازم أشتريها ممكن أروح أشتريها الأول بس كتب مؤسل الكتل تقدم العيني طبعا الموضوع منتهي فيها لأن في كتب بتنفذ من أول يوم ما شاء الله يا راجل أنا كده أروح أول يوم بقى ولا إيه في حاجات كده عندهم يعني هم عندهم فعلا في حاجة غريبة بتحصل فيه جمهور بيكون رهيب ما بيجيبوش مخزون تاني ولا هو خاص بيجيبو بس ليه تحط نفسك في مواضع احتمالات روح وممكن تطلب وممكن يجيون كما يجيش بس يعني إيه الكتب بتاعتهم تستحق لأنها كجودة مقابل السعر زي ما تكلمنا الكتب تستحق وأنا لازم أروح أول يوم أصلا مش شرط خالص ممكن تروح أول يوم تاني يوم ثلاث يوم بس يفضل في الفترة الأولى من المعرض ولو عاوز تنزل نازلة تانية انزل في آخر أيام المعرض آخر يوم آخر يومين تفرق فيه فيه دور نشر أجنبية ما بتحبش ترجع فاضيع ما بتحبش ترجع بالكتب بترخص سعر الكتب بقى فبترخص لك سعر الكتب وبتدي هداية وحاجات كده وكمان ممكن تشرب ماء الأمزم من المعرض من الجنح السعودي بجد؟ يلا دلاش صح؟ ودعيلي بقى دعيلي دعيلي ممتاز ممتاز والله طيب بالنسبة للصور الأسباكية يعني أنا كنت سمعت إن هو تمنع المعرض اللي فات فهل مازال ممنوع المعرض ده؟ وبالنسبة للصور الأسباكية فهو مكان كده موجود في العتبة في كتب رخيصة تمام؟ فهل ده موجود في المعرض؟ طيب هو تصحى لكلامك هو لصور الأسباكية ما تمنعش خالص في المعرض اللي فات هو اللي تمنع إن المكتبات اللي بتبيع الكتب المقلدة الكتب المضروبة في دار النشر بتتعب في إصدار الكتاب ده وإنتاجه وفي مؤلف بيتعب في كتابة الكتاب ده المفروض لهم حق دار النشر وحق المؤلف حضرتك لما تروح تشتري الكتاب مضروب حضرتك بتضيع حق المؤلف وبتضيع حق دار النشر ويبقى تكسب الراجل اللي ضرب وبتكسب الراجل اللي سرق فبالتالي فيه ناس في سور الأسبكية نازل السندي آه فيه اكتر من 42 دار في سور الأسبكية نازلين السندي بالكتب القديمة والكتب المتنوع الكتيرة جدا والكتب المستعملة وحاجات كتيرة جدا بس مش مضروبة فتقدر تشتري وانت مطمن ومفيش اي حاجة في الموضوع طيب اعتقد ان احنا غطينا حاجات كهيرة جدا 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 في نصائح تانية تحب الدفاعنا ولا كده صلى الله وبركاته رسم دخول المعرض خمسة جنيه بس بعد كل ده رسم دخول المعرض خمسة جنيه وممكن تلاقي بيوزعه كمان تيكة مجانا فاقشة يعني رقم اثنين المواصلات بتاعت المعرض اه مهم جدا يا راجل مهم جدا اروح ازاي طبعا بعد نقل المعرض من مدينة ناصر معادش في مترو بيوضي المعرض هتروح ازاي في مواصلات من اماكن كتيرة جدا جدا في القاهرة بتوصل لغاية بوابة المعرض شرجالة في الفترة بتاعة المعرض اه ومواصلات عامة يعني قوتيو بيس عام وفي كمان مكروباساب بتشتغل خلال فترة المعرض بتنقل الناس من اماكن متفرقة في القاهرة خلال فترة المعرض وبتوصلهم لغاية بوابة المعرض تمام هحطلك link في description انت مفطول هحطه انت مفطول هحطول مفطولي عن تفاصيل ازاي توصل المعرض من أي مكان في القاهرة طيب يا جماعة يعني أنا فعلا فعلا والله صدقا استفدت من المعلومات اللي بروني مالها أنا المفسوط أني ملحبت معاك استفدت المرة كان مش هتكون الأخيرة مش هتكون الأخيرة المرة دي على قناة الفلوكز المرة اللي فاتت دروس أونلاين دي تابعوا إبراهيم خاصة في فترة معرض الكتاب لأنه بينزل ترشحات حلوة جدا يعني بيجيب لكم كده الضرر اللي فعلا مش كتير بيبقوا عارفينها فهنسيب لكم السوشيال ميديا أكاونتز بتاعت إبراهيم فيسبوك وإنستجرام بحيث أن انتو تبقوا متابعينه واحدة واحدة ولو فيه هاشتاج مثلا معرض الكتاب هاشتاج معرض الكتاب كنوز المعرض هاشتاج كنوز المعرض يعني تابعوا إن شاء الله هنزلكوا كنوز باستمرار وأنا ماشي كهة خلال فترة المعرض ألاقي حاجة ما تتفوتش عم منزلها القاعدة انت هتروح من أول يوم صح هاتلكتاب اللي هو بتاع اللي انت كنت عامل عنه فيديو له فيه وفيه كاميرا وفيه عدس حاضر نجيبه لك عندي واحد الله يخليك نحب نشكر إبراهيم والله على الجلسة الجميلة ديت وإن شاء الله نستضيفه مرات قادمة كتيرة علشان فعلا هو عنده خبرات في حاجات كثيرة جدا شكرا السلام عليكم